أنا دايماً أنصح كده أي حد من حبيبنا يعني زي ما بعمل بحاول بيبقى ليه مكان كده مخصوص كده كل واحد فيه مكان في بيته كده لو يعملوا المحراب كده يعني يبقى ده قبلة أي مكان في الصالون في الصفرة في أي حتة كده مكانك كده أو في قطك أنت الخاصة خلوة صغيرة كده حاجة كده بسيطة كده وعطري سبحان الله الإزدال كده جميل واختري مساليها حلوة كده جميلة وده بالك إزاي وعمل إزاي ما بقولي الأتموسفير وده بالك إزاي الناس اللي بتخرج المواقف دي أصد دي مقابلة مع ربنا سبحانه وتعالى يعني ده مهم أنا حقول لحضرتك وبعدين قعودي بقى كده كان أحد الناس ينصح يقولك إيه قبل ما تصلي قعودي بس كده شوية وإيه واستعدي هيئي نفسك أنا حقابل مين يعني ده الواحد لما بيبقى معاد مثلا مع وزير مش حقولك رئيس جمهورية مع وزير ولا حاجة عشان قضاء مصلحة بيبقى حلبس إيه وحقول إيه وكده ورحة يا سلام وده بالك مش كده طب ده أنت حتقابلي رب العزة اللي بإيده كل الخير كله اللي بإيده كل نعمه اللي بإيده قضاء الحوائق كلها مفيش أي هم إلا هو اللي هيزيله مفيش أي مشكلة إلا عنده هو الحل مفيش أي مخرج إلا من خلاله الله تخيالي بقى أنك راحة عشان مشكلة عندك عشان يا ستي أي ضائقة سبحانه ما نوضع في قلب ما يشغل وإيه لشغلك عودي كده بقى إيه وعودي كده حعرضها على ربنا هابر ربنا تلبسي أولا في ناس بتبقى مثلا في المطبخ ورحتها مش عارفة أو كلام مين الله أكبر يا عم لو جالك دفول لحاجة بتروح تلبسي عشان خطر تقابلي طب هل اللي سرحت دي يجي لها تقنيب ضمير يجي لها تقنيب ضمير أو تقول إن صلاتي أكيد مش هتتقبل لا أنا سرحت كل الصلاة بتصلي أربوكي خليهم يصلوا يعني صلي وإسراحي أحسن ما تصلي شخص هطبع إسراحي شوفي هقولك حاجة مرة في مرة وده بال حضرتك إزاي يعني هو الجماعة اللي وصلوا إلى يعني بجهاد النفس وحتاخدي أجر على فكرة بالمعاناة دي وبإنك انت فعلا تصبيري وتصابيري هتاخدي أجر عظيم صلاة العادة دي بالعبادة بقى بخشوة جدا تعودي بس أولا خدي بالأسباب يعني عندك مشكلة ولا حاجة ولا كلامين ده أعودي بس كده الأول كده سواني مش هقولك حاجة عشان يعني وده بال حضرتك إزاي ولذلك هو حتة صلاة الجماعة ليه يعني بالنسبة للرجال بالذات يرفع السهوة ده سيدنا النبي بيقولك اللي ما يصليش جماعة ده يعني والعزو بالله بيبقى منافق يبقى المسجد معه جنبه وسبحان الله والجوامع عندنا يعني إلا مناظر اللي تلاقيها مليانة بيبقى الناس تبني مسجد وعشان تروح تصلي الفجر مثلا وتصلي مثلا بتلاقي صف صفين لأ ما ينفعش سيدنا الحبيب كانت ما طلع في المعراج كانوا خمسين رقع تقريبا أو لا ده حاجة تانية بقى لما هنتكلم على طبعا أسأنا بنعرض دلواتي كان بيستسمح يعني أنه ينزلهم شوية لا ده حكاية بقى تانية مع سيدنا موسى ولقاءه مع سيدنا موسى لأن سيدنا موسى كان بيشوف سيدنا النبي هو نازل كده سبحان الله الأنوار كلها فسبحان الله عايزه إيه يروح ويرجع له يروح ويرجع له ما سيدنا النبي نور الله الله مش حتى الأغنية اللي بتقولك سيدنا النبي قمر قمر آه السراج المنير سبحان الله قد جاءكم من الله نور وكتاب المبين يعني سبحان الله الأنوار كلها فبقول لحضرتك طبعا يعني فرصة وبعدين هقول له هتجي الصلاة فوردتها في الثماني دايماً تبقى حاجة مهمة يعني ما يبقى مثلاً فيه قرار من رياسة مهم فبيستدعي مثلاً الوزير الفلاني ما يبقاش يبلغ السكرتاريا ولا حاجة لا يقول له خليه يجي ويديه له الأمر إذا كان فيه أمر يعني فيه أمر جلل أو فيه حاجة يستدعي صاحب الأمر مش بيحصل كده فعشان كده لأن الصلاة مهمة جداً فكان لابد أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلامة تلقاها فين يعني على طول أو مش مثلاً تنزل ينزل الوحي عن طريق جبريل ويقول له لا ده على طول كده سبحان الله يعني ده بيديك قيمة الصلاة عشان كده أولاً حاضر هندعي إن شاء الله الله كلام حلو أصله يعني أصل على فكرة الإسراء والمعراج ده عايز حلقات وعايز بقى إن شاء الله نفحات ربنا سبحانه وتعالى جل جل يتجل علينا بيها عشان خاطر فعلاً نفرد لها كده حلقة أو حلقتين ونطوف ونشوف فلسافة المكان والزمان إحنا الأربع حلقات شهر رجب هيبقوا إن شاء الله نصرحوا يا رب كده يمتقنا بالحكمة